النادي الأهلي نفسه بقى في محك في قيمه وتاريخه ومبادئه مع الكابتن محمود الخطيب يا كابتن محمود الذي يحدث هذا لا يليك بالنادي الأهلي لا يليك بالنادي الأهلي الذي له شخصية وليه كبرياء وليه كرامة أيام المايسترو الكابتن صالح سليم الذي قال تصريحات تاريخية قال أن البطولات مهما غابت هترجع لكن المبادئ لو غابت يا كابتن خالد مش هترجع الله يسمحك يا حسين يا شحاد أنت اللي عملت فينا كده وفتحت علينا فتحة ما بعدها فتحة إعلام نادي الزمالك وصياح إعلام نادي الزمالك بعد الحادثة أو بعد المشهد اللي شفناه من حسين الشحات مع اللاعب الشيبي لاعب نادي بيرامدين والتصعيد اللي عمل على بطل والقيم والأخلاق اللي نقحت عليهم بطريقة مستفزة جداً جداً يحسك أن هم الناس دي ملايكة الناس دي ما بيعملوش أخطاء الناس دي مش عارف إيه ومدرك إيه يا جماعة الموضوع مش حسين الشحات تماماً ولا هو لاعب أي حاجة هتحصل من جانب النادي الأهلي النفسها تطلع واتكبرها وتصعبها الأكبر حب سايبين فريقتهم وسايبين ناديهم وسايبين مشاكلهم وسايبين البطولة العربية اللي راحين لعبوا فيها والمفروض يغطوها والمفروض يقولوا للجمهور ويتمنوه كم دا كل شيء سايبين كل دا وطلعين في قناة الزمالك الرسمية المفروض ان هم يتكلموا عزباك لا كان مسكين في حسين الشحات واللي عملوا حسين الشحات وهي كان الشيبي دوت يعني خلاص خلاص أسطورة من أساطير نادي الزمالك لعبة نادي الزمالك يعني لماذا لا تفهمش كيامهم ومبادئهم نقعت عليهم بطريقة مستفذة اولا خلينا اقولك ان اللي حصل من حسين الشحات وانا طلعت بعد الموقف دوت في بوست على الفيسبوك عندي وادنت الموقف تماما وقلت رغم اعتذار حسين الشحات لابد من ادارة نادي الاهلي ان يتوقع عقوبة عليه لان طبعا ما ينفعش تماما وده مشهد لا يليق تماما بالنادي الاهلي وكل مشجعين نادي الاهلي وجمهور نادي الاهلي ادانه الموقف اي ان كان الاستفزاز واي ان كان لعبة عمل معك ايه مع انه اصلا لعبة مستفذ انا معاك والحركة اللي عملها الجمهور نادي الاهلي هاجي لك في الكلام ده كله ولكن ان ان انت تعمل كده ما ينفعش لازم يكون عندك امتلاك الاعصاب اكبر من كده وتاخد حقك بالقانون لذا اذا مبدأ مبادئ النادي الاهلي اللي لاسوا تعافش عنها حقيق ولكن النادي الاهلي بالفعل ماكملش الموضوع ساعة ولا اتنين بالكتير وكان تلعب الحفيظ بقرار بغرامة كبيرة مالية على حسين الشحات بسبب الموضوع ده وبالفعل النهاردة جاءت الاتحاد الكرة او الربطة الناس المسؤولين عن الدوري قالك ان في عقوبة مالية عشرين الف جنيه ويوقف المباريتين وخلاصوا الدنيا كميلة والراجل يتعاقب وكل الناس تلعي ادانة الموقف خلاص بقى لا اعلام الزمالك لا يسكتش لا ينفعش نحن نريد ان نجيب رأس الشحات الشحات يتعد من شنقل ماذا عمله ده؟ لم يجبوش بقى ان اللاعب استفز الجمهور النادي الاهلي وعمل كده ومش عارف ايه وقليل ومش قليل وقعد يتكلم واستفز بطريقة كبيرة جدا وفيه كلام كمان ان اللاعب شتم حسين الشحات فكان حسين الشحات رد فيه اي نعم ابديله اي نعم مش معاه لكن هو رد فيه لم يجبوش ده كله خالص اما يقول لك بقى ايه في سكة ان اللي حصل ده ما ينفعش تماما ان اللي حصل ده يعني ده هيوقع هيبوصل علاقات بالمصر والمغرب وهيوقع نباح وكبروا الموضوع بطريقة ونفخ وفيه نفخة يعني ما بعدها نفخة طب حضرتك انت بقى بقى بقيمة الجميلة والراقية والحلوة الكيوت دي ما بتطلعش ليه تتكلم عن اخلاق رئيس نديك وهو بيجي في المؤتمر الصحفي وبيجيب سيرة فلان وسيرة علام مفيش ده ما بتطلعش ما ينفع ما انت كنفسك وعلى هوا وعادي عامله يعمل كرم يعمل يعمل كرم ما بهشهاذ متى جدعاه؟ قيماتكم ومبادئكم وبين تطلعش مع نادي الاهلي بس مثل كل مال اين كنش الخلف اهلي ما بان تطلع النادي الاهلي دبيب و ضع قيم النادي الاهلي الله الرحيم يا س lière سليم بالوقت في تكارى سليم وعارفين قيم و jedenا ما بتطلب قيم небольшое initiated انت تقول لي لغا هناك انت مسك لا تطلب كل انright أفك بها لا تطبقهش نفسك عندك يخرج عن النص تطلع تدافع عنه يعني دفع مستميت يتعاقب؟ ما ينفعش يتعاقب لكن اي حد على النادي الاهلي لازم يتدبح ما ينفع ان تسيبه؟ ما انسيبوهش ومش برامد ذا اللي انت طالع تدافع عنه وطالع تهيجه ضد النادي الاهلي وتقول عن مسئولين برامد ذا لازم يساعدوا الموقف والتحاد الكرة ما ينفعش يعني يعتمدوا عليه لازم يساعدوا الموقف اكتر من كده ومش عارفه ايه هيروحه مين يا روحه السفير وطلع تهيك في نادي بيرامدز نادي بيرامدز ده اللي انت من شهرين فاته في مبارات السوبر كنت عملت اقول عليه والتعيد عليه لما وافق ان هو يلعب كاس السوبر قدام النادي الاهلي دلوقتي بقى حلو دلوقتي بقى جميل وكيوت خلاص نفيد ده كله لقوا الاغرب كمان يا جدا ان حتى نادي بيرامدز نادي بيرامدز لما خد منه اتنين اللاعبين يوسف وسبنا بيه وصف فرق جعفر خدهم من الزمالك قال لك ده احتراف والدنيا عادي مفيس مشكلة يعني اللاعبه واحترفوا كله لكن لما الاهلي خد امام عشور من نادي متلند اللي هم بقعوه ليوه اللي هم بقعوه خلاص بقعوه استغنوا عنه ونادي اهل راح خده جي قال لك لا فين قيام النادي الاهلي فيما راجع النادي الاهل فيم مش عارف ايه في النادي الاهل دلوقتي بتتكلم عن قيام مبادئ نادي الاهلي لقد ظلمت ماذا محقص 립ة إحساس إليه?, لك bukan but? لكن ليت لكم أقدموا يمكن أن تلمسيpar بالتكيس فهدف يا جماعة ليس كم مهور الإحسانات ولا отправ힐 لما يوجد النادي الأهلي و reserve cervical ودوا إلى مبادئ النادي الأهلي رجع أعمال مبادئ النادي الأهلي يا خطيب عن نلك الفتاعة مبادئ الأهلي مع أن مبادئ النادي الأهلي Luke تطبقت فى لحظاتها اللى انت اصلا متقدرش تعملها ابدا ولا تعمل ربعه حتى انك تجيب لاعب تطبق عليه عقوبة فى نفس اللحظة والتاو حمرك ما عملتها ولا هتعملها لان انت اصلا مش ماشى ولا بمبادئ ولا بقيم ولا بأى حاجة خالص عزيزي المشجع الجميل ما تنساش تقول لي رأيك فى التعليقات وفى نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشيلوا لو مش تابعنا دمتم فى امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته